مرض الروماتيزم لا يصب فقط الكبار بل يصب حتى الأطفال والتشخيص المبكر يسمح بالعلاج المناسب وفي الوقت المناسب لكي نتمكن من تجنب المضاعفات التي قد تحدث لهذا الطفل والتي تمنعه من أن يحيى حياة طبيعية كبقية الأطفال هذا المرض يعتبر مرض نادر ولكن مؤخراً لاحظنا أنه في تزايد مستمر في الإصابات بحيث يصيب واحد من ألف طفل في العالم وحتى في مستوى المصلحة أو في الجزائر بصفة عامة لاحظنا ارتفاع في الإصابات كان حالات يجيونا المصلحة في حالة أنه يكون تأخر في التشخيص وأنه الطفل هذا يعاني من شلل لهذا نحن نعيو الشعب أنه كي يظهروا الأعراض ما يظهروا الأعراض يجبواها الطبيعي المختص وهو يجعله حل والثم من نيفيتي واللي كمبليكاسون يوم تحسيسي هذا بكو بلس وشتحكي بالنس على البيوتيرابيو للعلاج الحيوي اللي هي انتيرابي سيبلي والعلاج ييفيتي للزيفي سيوغندا والأعراض الجانبية للعلاج ورهي كمتوفره في سياشي باتنا رهي كي قغاتويت ولا بلاش تسمى جوست ما نعرفوا بلي الطفل عنده هذك المرض يفوت ويعالج قغاتويت مو ولا بلاش هنا في سياشي باتنا ما بين الأعراض اللي تشوفوهم في المرض هذا عنا أعراض مفصلية خاصة بالمفاصل بشوما المفاصل اللي يتقاسوا بزاف هو مفصل الركبة لنا لكوت لنا لجونو وش حتر مركيو في المفاصل هذا تلقو فيهم انتفاخ تلقو ألام على مستوى هذا المفصل كي تشوفوا المفصل تلقو فيه إحمرار تلقو أولدكم صغير تلقو ما يقدرش يمشي عنده مشكل يجي يشكي لكي يقول لك بابا بابا أني ما يقدرش نمشي كي يجيكم أولدكم صغير ويشكي لكم الأعراض هذو فبط نقل يجيوا هذو السمطوم وتقولوا بلكة وطاح ولا نو هذو أولدكم صغير يديهو عند الطبيب مختص في طب الأطفال هو اللي يشوف التشخيص يلقى التشخيص لهذا المرض اليوم رح نحكي لكم على الأعراض الغير المفصلية اللي قادرت صاحب مرض روماتيزم الأطفال كي ما حكاو من قبل على الأعراض المفصلية كاين أعراض غير مفصلية منها ألم في الرأس ارتفاع درجة الحرارة لأكثر من 15 نيوم دي دولار أبدومينال الانفان يجيوه دي بوميسمو يحبي يتقيه طفح جلدي التهاب في قزحية العين حنا لو بيوتنا اليوم رح نلحقوا له مساج بريتبرك نوصل لأ المرض هذا رحو عنده أن تختمه كي يكون تشخيص له مبكر هذا هو المساج اللي أنا حبي نوصله اليوم من هذا اليوم التحسيسي كي يكون تشخيص مبكر المريض رح يرتاح من هذا المرض وهذه الحاجة الملاحة لازم تدول أطفال تعكم للطبيب غير كي تشوفوا هذا الأعراض باش يكون تشخيص مبكر ويكون كاين هناك دواء وعلاج ننصح جميع الأولياء عند ظهور جميع الأعراض التي قدمناها اليوم أن يتقدموا للأطباء المختصين في هذه الأمراض مضرورة روماتيزية للأطفال وعدم تعاطي الأدوية بدون الكشف المبكر عن المرض لأن الكشف المبكر هو الطريقة الوحيدة لتفادي المضاعفات التي ستؤثر على حياة الأطفال ننصح الأولياء بإعطاء أبنائهم تغذية صحية غنية بالفيتامين D تفادي تصلب المفاصل يعني تفادي صعوبة الحركة وتفادي شكرا لكم على الأيام التحسيسية التي تأكيدها في الإطار وانها تجدها في إطارة لتضيف أن تؤمن أجاب وإيما أن تفادي لتغذية التي تأكيدها مخص مخصوة اليوم لقد قمت بحلة جميع الأولى تأكيدها لنهاية لطفالة شكرا